الحكومة اليمنية ترى الفشل خياراً وارداً لاتفاق الحديدة هي خلاصة الرسالة التي حملها وزير الخارجية خالد اليمني إلى 19 سفيراً يمثلون الدول الرعية للسلام في اليمن خلال لقاء جمعه معهم بالرياض بحضور محافظة البنك المركزي اليمن حافظ معيهد عبر الوزير اليمني في هذا اللقاء عن خيبة أمل الحكومة إذا جهود المبعوث الأمم إلى اليمن مارتين غريفث وكبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسجارد فيما يخص تنفيذ تفاهمة سوكهولم وبخاصة ما يتعلق بإعادة الانتشار في مدينة ومحافظة الحديدة والموانئة الثلاث بالمحافظة وتنفيذ اتفاق تبادل المعتقلين والأسرى دون قيد أو شرطة والتهديئة في تعز تهم وزير الخارجية القائمين على تنفيذ الاتفاق من مكتب المبعوث الأممي وبعتة الحديدة بالفشل في تقديم خطة عمل مزمنة لتنفيذ الاتفاق والتي طالب بها رئيس الجمهورية وعلى العكس من ذلك كما أوضح الوزير اليماني خاض هؤلاء الموظفون في تجزئة الاتفاق إلى خطوات صغيرة وأصغر مما أعطى للحوثيين الانطباع بإمكانية أن يتلعبوا باتفاقية السوكهولم بشكل عام وفيما وصف بأنه انتقاد غير مباشر لأسلوب غريفث في التعاطي مع الأزمة والحرب في اليمن أكد وزير الخارجية للسفراء الذين التقاهم ضرورة أن تأتي إحاطة المبعوث الخاص لمجلس الأمن في منتصف إبريل الجالي واضحة في تحديد الطرف المعرق لتنفيذ الاتفاق وتحميله المسؤولية وأن لا يتم تكرار نفس الأسلوب في تحميل من يسميه من المبعوث الأممي بالأطراف مسؤولية الفشل في الحديدة الوزير اليماني طالب حكومات الدول الرعية لعملية السلام بالتحرك العاجل لتنفيذ اتفاق الحديدة بناء عن قلاري مجلس الأمن الأخيرين ذاتي الصلة لأن الحكومة من وجهة نظره ترى الفشل كخيار وارد لاتفاق الحديدة محافظ البنك المركزي اليمن حافظ معيات قدم من جهته إحاطة للسفراء التسعة عشر تركزت حول جهود البنك لاستقرار العملة والعمل بالآلية المقررة من الحكومة بشأن استئناف الدورة المالية في القطاع المصرفي واستعادتها من السوق السوداء ورفع قدرة البلاد في محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وأبلغ السفراء بأن الحوثيين لا يزالون يمارسون ضغوطاً على التجار في مناطق سيطرتهم للحيلولة دون تعاملهم مع الآلية التي أقرتها الحكومة وفي سياق محاولة لغسل أموال النفط الإيراني المهرب الذي تحصل عليه وتبيعه في السوق السوداء في عمليات الاستيراد من خارج هذه الآلية وفقاً لما جاء على لسان محافظة البنك المركزي ترجمة نانسي قنقر